مع استمرار الوتيرة المتسارعة لانتشار فيروس كورونا حول العالم تواصل الأخبار الكذبة والمضللة بنفس الوتيرة ونحن في أخبار الآن نواصل نشر صحة هذه الأخبار من عدمها في الثالث من شعر نيسان إبريل تداول ألاف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خابرا عن إعلان وزارة الأوقاف المصرية إعادة فتح المساجد اعتبارا من العاشر من نيسان إبريل المنشور جاء بالصيغة التالية الأوقاف تقرر فتح جميع المساجد بدءا من الجمعة القادمة وتعديل صيغة الأذان وأرفقت بعض المنشورات المتداولة لهذا الخبر بصورة وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعاء وحصل هذا المنشور على أكثر من ثمانية ألاف مشاركة من هذه الصفحة وحدها إضافة إلى ألاف المشاركات على صفحات أخرى ويبدو أن المقصود من عبارة تعديل صيغة الأذان الواردة في هذا المنشور هو أن يعود الأذان إلى صيغته الأصلية بدون عبارة صلوا في بيوتكم التي أضافتها مساجد كثيرة في العالم إلى الأذان ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم لكن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ففي حين لم يعثر على خبر من هذا النوع صادر عن أي مصدر رسمي في مصر نفت وزارة الأوقاف المصرية ما نسب إليها وقالت الوزارة إن قرار تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعات في المساجد قائم إلى حين زوال علة الغلق وهي مواجهة انتشار فيروس كورونا بحسب ما جاء في بيان الرسمي نقلته وسائل الأعلام المحلية وكانت السلطات الدينية المصرية أعلنت إقفال دور العبادة اعتباراً من الحادي والعشرين آذار مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وجرى تمديد القرار في التاسع والعشرين من الشهر نفسه ويبدو أن الصورة التي استخدمت في نشر هذا الخبر الكاذب اعتمدت على التلاعب بما جاء في صورة سبقة نشرتها صحيفة اليوم السابع عن أعلان وزير الأوقاف إقفال المساجد فأبدلت عبارة الإقفال الواردة على الصورة الصحيحة الأصلية المنشورة في اليوم السابع بالعبارة المضللة المنشورة على مواقع التواصل وتقول وزارة الصحة المصرية إن عدد المصابين بفيروس كورونا حتى الاثنين السادس نيسان إبريل بلغ ألفاً وثلاثمائة واثنين وعجرين شخصاً توفي منهم خمسة وثمانون في خبر آخر حصد مقطع فيديو أكثر من نصف مليون مشاهدة يدعي ناشره أنه لطفل إيطالي ينظر إلى السماء وينادي والدته التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد في الفيديو يظهر طفل صغير وهو يشير بإصبعه نحو السماء ويقول ماما ثم يقترب منه صبي ويعانقه باكياً ويسمع صوت امرأة وكأنها تطرح أسئلة على الطفل فيما ترتفع أنغام أغنية مؤثرة في الخلفية أرفق ناشروا الفيديو مقطعهم بالتعليق طفل من إيطاليا فقد والده ووالدته بسبب فيروس كورونا أخبره أخوه أن والدته رحلت إلى السماء فيرفع رأسه ويناديها لكن هل من مجيب؟ وأضافوا متوجهين بنصيحة إلزموا منازلكم واحتضنوا أولادكم فلا أحد يتمنى لأولاده ألماً بهذا الحجم مع واسم خليك بالبيت بدأ انتشار الفيديو بهذا السياق في أواخر أذار مارس على موقع يوتيوب وحصد منذ ذلك الحين أكثر من نصف مليون مشاهدة وعشرات ألاف المشاركات بالإضافة إلى ألاف التعليقات المؤثرة في الفيديو يسمع الصبي وهو يتكلم الإسبانية وبلهجة أقرب إلى أمريكا اللاتينية منها إلى إسبانيا ما يطرح شكوكا حول أن يكون إيطاليا بالإضافة إلى ذلك يظهر الولدان في مقطع الفيديو بلباس صيفي ما يوحي بأن الفيديو لم يلتقط في الشتاء هذا وسجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا في الحادي والعشرين شباط فبراير وكان رجل في السابعة والسبعين من العمر وبلغت الحصيلة الإجمالية في إيطاليا منذ ذلك الحين ما يقارب ستة عشر ألف وفاة من أصل ما يقارب مئة وثلاثين ألف إصابة بينما تعافى حوالي اثنين وعشرين ألف شخص وفق حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية يوم الاثنين السادس من شهر نيسان إبريل استنادا إلى مصادر رسمية جرت تفتيش عن الفيديو بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة عبر محركات البحث على الإنترنت وتبين أنه نشر للمرة الأولى في الثامن عشر شباط فبراير عام 2020 عبر تطبيق أنستجرام على صفحة برنامج إذاعي مشهور يبث باللغة الإسبانية في الولايات المتحدة وبالتالي فإن الفيديو منشور قبل ثلاثة أيام من الأعلان عن أول الوفيات في إيطاليا وأرفق الفيديو وتم التعليق عليه طفل يقول إنه يرى أمه في السماء من دون ضحديد المكان أو الزمان إلا أن صوت الصبي يبدو أوضح على أنستجرام وهو يقول هذه أمي في السماء وتقول له سيدة لا تظهر في الفيديو أين يا حبيبي فيجيب تلك التي تلمع فوق في الحادي والعشرين من الشهر عينه كتب موقع TNA.TV مقالا عن الفيديو نفسه جاء فيه أن المقطع صور في السلفادور والولدان الذين يظهران في الفيديو هما أخوان فقداء والدتهما وذكر الموقع أن كثيرين في أمريكا اللاتينية يخبرون الأطفال أن الأشخاص العزيزين يتحولون بعد موتهم إلى نجوم يراقبونهم من السماء فمن المؤكد أن المقطع لا علاقة له لا بكورونا المسجد ولا بإيطاليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر